عاوز اقولكم خبر مهم جدا حقيقة انتو شفتوا سحب قانون التعليم من مجلس النواب والحقيقة كان على مدار الفترة السابقة انتو قد شايفين ما حدث في وسائل الاعلام المختلفة وسائل الاعلام تحدثت باستفادة انا مش هتحدث باستفادة شديدة ولكن بس انا عاوز اقول للناس اللي دائما وابدا بتدخل على السوشيال ميديا مش عاجبها حد في مجلس النواب او المجلس النواب او مجلس شيوغ الحقيقة عاوز اقول لحضراتكم ما حدث اللي حصل قدامكم ده يؤكد بملائدع مجالا للشك ان الناس لازم تصق في مجالسها النيابية لان استحالة السلطة التشريعية هتشتغل ضد ابنائها اللي انتخبوها وجابوهم في هذا المكان استحالة اذا كنت حدث اللي انتخبتيني وجبتيني واقعدتني في هذا المكان وخليتنا عدو مجلس نواب او خليتنا عدو مجلس شيوغ ازاي انا هشتغل ضد المواطن اللي جابنا انا بتحدث بصفة عامة النهاردة او اللي حصل وسحب القانون القانون التعليم من مجلس النواب ده يؤكد بما لا دع مجال لا شك ان السلطة التنفيذية وانا بقول السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مع المواطن طيب ايه الجديد وسائل اعلام تحدثت فيه ان القانون تسحب طيب ايه اللي بعد القانون لما تسحب يعني وزير التعليم قال ايه دكتور طارق شوقي قال ايه تصريحات اللي انا اقول لحضراتكم دلوقتي الخبر امام حضراتكم دكتور طارق شوقي وزير التعليم قال في البداية طلع تصريح ان سحب قانون التعليم من مجلس النواب اهو قدامكم اوه سحب قانون التعليم من مجلس النواب لن ولم يؤثر على امتحانات السنوية العامة ازاي المصادر قالت ايه من وزارة التربية والتعليم ان سحب الحكومة لمشروع قانون التعليم من مجلس النواب لن يؤثر على امتحانات السنوية العامة وطبيعة الأسئلة والتطوير في السنوية والامتحانات والاختبارات القادمة إلكترونية للسنوية العامة حتى الآن والدكتور شوزير تربية التعليم أن الامتحان الاسترشاد شاري مايو لطلاب السنوية العامة ده مجرد تجربة تاني مجرد تجربة نتعلم منها وإن ملاحظات الطلاب وصلت وهيتم تدرقها في الامتحان النهائي وهكذا تكون الامتحانات التجربية زي تقيمة كبيرة للوزارة والطلاب وصلت الرسالة جماعة وإيه الوزارة كشفت أن سيتم طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدا من المدارس اللي يتطبق عليها التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي السالس واللي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يوليو المقبل طيب أنا عايزة أوضح بس نقطة مهمة جدا لأهلينا اللي بيشاهدوني دلوقتي ترجمة نانسي قنقر